نكمل أخبارنا النهاردة لتحادي الدولة الكرة القدم أعلن عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وقراوة الياباني وطيب مش هيجيبولي الاسم خلونا أنا أدور على الاسم بنفسي عشان هم طيب توري بينسو هي اللي هتدير هذه المباراة الأمريكية توري بينسو واحدة من الأسماء اللي أضارت المباراة اللي افتتحها فيه كأس العالم للأندية ولها خطوات عظيمة جدا ولها خطوات في مشوارها رائعة جدا عايز بس أحكي لكم على توري قصة ظريفة لطيفة لذيذة بس هم جابوا لي الأرقام دي الأول فأقول لكم الأرقام دي الأول عشان هم دايماً إيه بيزبقوني بحاجات غير لأنا عايزة بس يلا طيب توري بينسو تبلغ من العمر 37 عاماً حصلت على الشهرة الدولية 2020 أضارت 55 مباراة في مسئلتها أشهرت 190 بطاقة صفراء وتلات بطاقات حمراء بشكل مباشر وتلاتة كانوا ناديين عن بطاقتين صفرواتين واحتسبت 18 ركلة جزاء أضارت نهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين اسبانيا وانجلترا أضارت اللقاء الافتتاحي في كأس العالم للأندية 2023 بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي طيب دي بقى ليها حكاية ديها حكاية هتولي اسمها تانية يا جماعة معلش خليكم خلوكم معايا واحدة وقت ماشي توري بينسو عشان بانسل اسمها يا جماعة حاكمة كمان مش مشهورة أوي يعني فلسه بان بانتحسس معها القطوات يعني توري بينسو ليها قصة ظريفة جميلة دي واحدة بدأت تفكر انها هتبقى حكمة أو محكمة يعني في مباريات كرة القدم رجال وهي عندها كم سنة؟ وهي عندها 14 سنة راحت أكاديميات كده في أمريكا وبدأت تتضرب على فكرة انها هتبقى حكم لمباريات كرة القدم تمام وهي عندها 14 سنة والدها قال لها احنا هنهضر هتروحي تشتغلي في التحكيم دي شغلانة بتاعت رجالة انت مالك انت بشغلانة التحكيم ديت فهي قالت له والله انا نفسي المرأة تبقى ليها دور في الألعاب او في المهن اللي ما بيخدهاش غير رجالة في أمريكا فانا عايزة بقى ليها دور في هذا الامر قال لها لأ وما ينفعش وانا شايفك انك تبطلي انك تمشي في الطريق ده لما كبرت شوية وبقى عندها 20 سنة اقع بعد 6 سنين وبدأت تحكم مباريات وبدأت تتقاضى أجر عن هذه المباريات بدأ والدها يحس انه لا ده الموضوع حلو الموضوع بجد لدرجة ان والدها ساب شغله ساب شغله وبدأت هي تصرف على المنزل من مصاريف التحكيم لما سألوها وبدأت بقى تحكم مباريات كرة نسائية وبدأت تحكم مباريات في الدول الأمريكي بداية من 2021 وبدأ يعني يبقى ليها شهرة في كرة القدم عالميا لما سألوها قالوا لها هو ايه الأحسن لما بتحكم مباريات كرة قدم نسائية ولا لما بتحكم مباريات كرة قدم للرجال فقالت لهم والله الاتنين واحد بس الميزة لما بحكم كرة قدم نسائية البنات ما بيتكلموش كتير لكن لما بحكم مباريات كرة القدم رجال فيه اعتراضات وكلام كتير من الرجال سبحان الله يبدو كده ان البنات اللي بتلعب كرة ما بتتكلمش كتير سبحان الله سبحان الله يا رب البنات كلها تلعب كرة سبحان الله بس دي حكاية كده ظريفة عنها وهي لهديد زي ما قلت لكم المباريات مباريات الأهلي وأقراءها يوم الجمعة بإذن الله في مباريات تحديد المركزين الثالث والرح